يعني شفنا في الأيام الأخيرة تصاعد حدة الصراع الانتخابي في الأولايات المتحدة كيف ترى طبعا تبادل الاتهمات ما بين المرشحين والمشهد العام بداخل الأولايات المتحدة وخارجها هو حتى هذه اللحظة طبعا مؤشرات استطلعات الرأي وبرضو نتعامل معها بحظر شوية لأنها بتبقى موجهة في الأيام الأخيرة يعني قبل 5 نوفمبر فالأمور بتختلف لبعض الوقت يعني فيه تعادل أو شبه تعادل ما بين المرشحين الاثنين لكن بطبيعة الحال لا تعولي كثيرا على الاستطلاعات الرأي في الولايات اللي هي متأرجحة وصول محمد خارج النطاق التقليدي العملية الانتخابية لأن الطرفين بدأوا خلال العشرة أيام الأخيرة يشتغلوا على الأصوات المرتبكة أو الأصوات العائمة اللي هي ممكن تضاف إليهم في جزء من ده بقى هذه الانتخابات ربما تكون مختلفة لبعض الأمور متعلقة بإدارة الحملة الانتخابية القاعدة الانتخابية التصويتية بالمناسبة للحزبين ديمقراطي أو جمهوري واحدة يعني معنى أنه سيادة هارس بشتغل على قتل تصويتية هيبقى التصويت لو صح التعبير أوتوماتيكي بالنعنى أنه مش هيبقى فيه فوارق كبيرة المشكلة الرئيسية في ولايات الجنوب والجنوب الشرقي لأن دي ولايات بتجمع أصوات اللي هي فيما تعرف بالأصوات الشعبية خارج المجمع الواضح قوي أنه الطرفين مركزين عليها مش مركزين على الشرائح اللي هي زي الملونين زي السود زي الأفرقة زي الجاليات العربية ربما يكون فيه تهويل شوية فيه والجاليات الإسلامية هل الجاليات الإسلامية مؤثرة أن شفنا طارد كاميلة هارس لإحدى قائدين الجالية الإسلامية في ولاية ميشيجين وشفنا من بعدها سابويت كبير أو دعم كبير من الجالية الإسلامية لدونالد ترومب من بعد هذه الوقع بالتحديد هل هي مؤثرة؟ قولاً وحيداً مش مؤثرة فيه تهويل قوي كبير قوي وإنه هو العدد كبير طبعاً في ظل الملايين الكبيرة اللي بتيجي من الأصوات في ولايات خارج الجاليات اللي هي التقليدية فما يعني إحنا بنجي يمكن انطباع أكبر على الجالية العربية والإسلامية هتؤثر لا مش هتؤثر بصورة كبيرة الصوت اليهودي هذه المرة ربما أيضاً هيحصل فيه انقصام عكس ما هو شائع برضو في إطار أنه الصوت اليهودي بيفرق فيه الولايات المتأرجعة اللي يبتدي النسبة الأعلى اللي يترجح حضرتك في هذا الإطار فيه طبعاً تطورات بالنسبة للعملاء الانتخابية هذه الانتخابات مختلفة لأنه الكلاسيكيات بتاعة الانتخابات الأمريكية زي ما حالكوا عارفين الجزء الدخلي يعني يهتم بالمواطن بالقضايا الداخلية وغيره لكن هذه الانتخابات فيها جزء خارجي أو قضايا خارجية متعلقة بأزمة غزة أوكرانيا الصين فيه أمور طبعاً بتسحب من الرصيد الدخلي للمواطن الأمريكي فبالتالي المواطن الأمريكي بدأ يركز على الأضايا الخارجية ما بقاش بس مركز على الضرايب مركز على التأمين الصحي مركز على الرهنات العقارية وغيرها من الأمور الداخلية فيها فبالتالي الأضايا الخارجية هتبقى مطروحة في هذه الانتخابات بسرعة أو بأخر بأيباً